السلام عليكم طيب إيش دليل كابا سراقة يقول في كتابه ولقد نقل ابن القيم هذا الكلام وقد كرهها وهي الحجامة في القمح دواء أو نقلة القفاء وقد كرهها صاحب القانون من هو صاحب القانون ابن سينة أحسنتم وقد كرهها صاحب القانون حيث قال حيث تورث النسيان حقا حيث تورث النسيان حقا هو يقول ابن سينة أن حجامة القمح دواء أو نقلة القفاء تسبب النسيان كما قال صاحب شريعتنا من هو صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم راجع الأحاديث كلها الضعيفة والقوية هل يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها تورث النسيان ابن سينة قال تورث النسيان حقا كما قال صاحب شريعتنا من هو صاحب الشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقول تزيد الحافظ وحفظة الحجامة فهذا الموضع لا يسبب أي ضرر إلا إذا أسيء الاستخدام في أي جسد موضع من بني آدم نعم في واحد شخص أو شخصين قد عمل لهم الحجامة في هذا الموضع وتأثر سلبي أما تشريط عميق أو سحب الكأس بقوة يعني كيف نعطيكم مثلا ما عليك سمحونا هذا علم يعني يأخذ المسدس فيقول شك شك هو المفروض كذا لكن إيش يسوي شك 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 شاهدوا لكي يثبت الكأس والإنسان لحم وعظم ودم وشاعر فيسحب بقوة والمريض يسكت يظن منه أن هذا شيء طيب وشوي يغمى عليه أو يتأثر في الذاكرة أو في العينين الشيخ محمد موسى نصر الله يغفر الله يرحمه هو معلمي أيضا حجم أخ في البحرين في هذا الموضع عشرة أيام عيون حمر فأردت أن أعمل له الحجامة في هذا الموضع قال لا يا أبو سراقة هذا الموضع فيه نهي قلت له طريقته وهلي طريقة فحجمته والحمد لله لم يتأثر أخي أخي شقيقي الله يرحمه حجمته في هذا الموضع من أثر جلطة مشى من الشلل